حضرتك طول حياتك بتدرس لبنات بس ولا درست البنين كمان لا انا درست للاتنين للاتنين بس اجمل حاجة بتدرس لبنات مبتلسة هقولك يعني المتعة ليه بقى يعني ليه هو طبعا البنات مبارح كان يوم العلامي للمرأة يا جماعة ايه بقى هم سنفنية الحياة هم هم صباح الورد ايوا صح صحيح كده انا كده مبسوط هم الورد كله ايوا صحيح والله ما بهرج ايوا طبعا هم الورد كله انا بقول هم اللي بيحلوا الدنيا هم عطر الحياة صحيح صحيح ودايما بقولها البنات البنات فعلا عطر الحياة ظهرت البيت هم البنت ظهرت البيت واللي ما عندوش بنت زي حالاتي بيبقى يعني للأسف اه بش كده انا حسيت برضو من لما حضرتك انجبت تلات اولاد كان نفسك في بنت صح نعم انا عرفك انا عرفك وبرضو لما تخلفوا بنات كتير تبقوا عايزين برضو لا والله هي عطيت ربنا سبحانه اه طبعا بس فما تعترضيش على عطيت ربنا صحيح حضرتك بتدرس من فترة التسعينات اه انا بدرس من 86 من طيب يعني انا خليه 86 طيب احنا فيه اجيال بقى عدوا عليك نعم اه التعليم بتشوفه بيتقدم ولا بيختلف ولا بيانحضر يعني او ايه الاختلافات اللي حصلت بقى على مر الاجيال في كارير التعليم كمعلم ايه اللي اللي حصبه تغير اه هي ثقافة المجتمع اللي هو ولف على حاجة معينة مش عاوز يغير خلاص انتهى ركب عربية نحة كذا غيرها يا بابا لا ما هغيرهاش لكن من موقعك انت قدرت تتغير على قد ما قدرت على كد ما قدرنا على كد ما ربنا كلفنا وعطانا والهمنا التوفيق بمجموعة العمل اللي ساعدت لانه زي ما اقول لحضرتك القائد واحدين مقدرش يشتغل اه مفيش طبعا اه هو عمل جماعي كل حاجة عمل جماعي طبعا قائد الموسيقى قائد الفرقة الموسيقية حضرتك كل واحد بينشد او كل واحد بيعزف على القلة بتاعته بس كلهم بيطلعوا لوحنا جميع صحيح حتى لو فيه نشاز صحيح فبالتالي النشاز ده ينتبه فبيعيد منظومته مرة تاني طب لو قلنا مثلا يعني احنا ساعات كده نقض نقول ايه انا كان نفسي يبقى معيش في فترة الستينات مصر او انا كان نفسي يبقى في فترة الخمسينات او حضرتك من خلال التمانينات الى الان في مجال التدريس هل فيه حقبة زمنية معينة كنت مستمتع بيها اوي كنت شاف ان التعليم وصل لزروته مثلا او بتتمنى انه لهو كان الاحترام المتبادل اه بين الطالب ما بين المعلم كانت في فترة ايه بقى دي فترة التمانينات اه دي كان دي فيه احترام متبادل اه بين الطالب ما بين سواء ان ولد اللي درست او بنت نها بعد كده ثقافة المجتمع ودخلنا طبعا اهدار قيمة المعلم فنيا وثقافيا دي تقريبا بدأت في فترة ايه حستها اوي ام مثل من التسعينات كده اواخر التسعينات اواخر التسعينات اه يعني اواخر التسعينات وبداية الالفنات وطبعا بعد الانترنت دي الاسف الشديد يعني خلت المعلم نزل قيمته تحت اه معي حضرك كان فيه تواصل بين المعلمة بين البيت دي وقت فيه انفصال جامد بنحاول ان احنا نعيد هذا التواصل مرة تانية وده اللي عملت يمكن في مدرسة الخياط اجمل لقب طلعت بيه من المدرسة دي بابا جمال طبعا الابا هو فعلا دي مهمة او دي اجمل لقب انا اخدته في المدرسة دي غض نظر بابا جمال فدي كانت جميلة جدا عندي طبعا فدي تجربك من بنتك وتجربك من اخوك الكبير ان هو المدرس فكونت بعادل بالتنين يعني لما تبجى فيه مشكلة حارتك بين طلبة ما بين معلم او بين معلمة بقول انا مين بقول بابا ده اخويا يبجى عمك يبجى تزعم دي عمتك دي خالك صحيح وبعد دي بنتك دي بنتاني وانت اخويا يبجى دي بنتك يبجى الموضوع يتحل ترجمة نانسي قنقر